بسم الله الرحمن الرحيم وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البقلة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطف الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى كرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعة وكان خدمه سيخ أبو أبد الله محمد بن أبد الفتح الهر خدمت سيخ أبدا القادر رضي الله عن الفاتحة متة أربائين سنة وكان يسل زبعا بوضع الإيساء هذه متة كلها وكان إذا عهد سجدد في وقد أدوأه وصلى رقعتين وكان إذا سأل الإيساء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند تلوء الفجر ولقد أده الخليفة مرارا من لليل يكسد الأجة مع أبي فلا يكذر على ذلك وقال بن أبد الفتح بيت ليلة إنه فرأيته يسلع ولا الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أيام يسلس العوال من الليل ثم يقول المحيط راب الشاهد الحزب الفعال الخلاق الخالق البارئ المسور تسعاد علفان ويرتفع في الهواء إلى أي جيباء مصري ثم يسلق إيمان على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب السلس الثاني وكان يطيل سجده جدا ثم يجلس متواجها مراكبا إلى تلوء الفجر ثم يأخذ في الأبدها لوالدعاء والتدلل ويكشاه نوريا كان يخطف بالأبصار إلى أن يجيب فيه آل النظر قال وكنت اسمه إنه سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رديا وهو عنه يقول لا ينبكي لفكر أن يتصدر ويتصدر الإرساد الناس إلا أن أعطوه إلم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء قال ورفي إليه ورد السنس إداء أنه يروه تعالى بأين يرسي فقال لو أحكم ما يقولون أنك فقال نعم قال فججره وامتهره وأهده على أن لا يؤد إلى ذكر ذلك ثم تفتسيك إلى الحادرين السائلين لو أمهكم هذا أم مبتل فقال هو أمهكم في قوله ملتبس علي وذلك أنه شهيد ببسيرة نور الجمال ثم أخرك ببسيرة مافد فرعى بسره بسرطا وسعوها متاسل من نور سهدي فدنا أن بسره رعى مشهيدته بسرطا وإنما رعى نور بسرطي قد وولا يدري فضرب العلماء وسوفيات من سماء ذلك الكلام يدحس قال وذكر أنه يرى له مرة من المرة النور العديم عدى به الأفق وبدله في ذلك النور السورة فنادتني يا عبد الكادر رضي الله عن الفاتحة أنا ربك وقد أبعت لك المحرمان فقلت أعود بالله من الشيطان رجم أعسائه لئين قال فئد من ذلك النور ظلما سرط دخان ثم صرخ يا عبد الكادر رضي الله عن الفاتحة نجوت مني بإلمك بهكمك ربك وفقهك في إلك ولقد أدلت بمثل هذه الواقعة لسبعين من أعلى الطريق فقلت لربي فدلوا المنا فكل لشيكه ما عرفت أنه سيطان فكل من قولي أبهت لك المحرمان فعلمت أن الله تعالى لا يعمر بالفعش اللهم نشر نطحات الرضوان عنه وأمدنا بالأسرار التي أعود عداتي ترجمة نانسي قنقر